موسيقى حياكم الله مجددا مشاهدين الكرام إلى حضراتكم موجزا لأهم الأنباء ناقش نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح خلال اجتماعا مع محافظة محافظة البيضاء صالح الرصاص والقيادات العسكرية وقادة المقاومة في محور البيضاء وعدد من الشخصيات الاجتماعية سبل تحرير المحافظة وبسط سلطة الدولة فيها وتأمين المواطنين من أعمال العنف والإرهاب وفي الاجتماع الذي حضره مستشار القائد الأعلى لقوات المسلح الفريق الركن محمد علي المقدشي ورئيس هيئة الأركان العام اللواء الركن دكتور طاهر العقيلي وقائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن أحمد حسان جبران وعددا من قيادة قوات التحالف نقل نائب رئيس تحياتي فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى لقوات المسلحة المشير الركن عبد ربو منصور هادي وتأكيده على الاستمرار في تقدم الجيش الوطني لتحرير البيضاء ذكى أبطال المقاومة الشعبية المرابطين في موقع مضيق ميمنة الأرية المديرية ذي ناعم في محافظة البيضاء ذكى مواقع الميليشيات الحوثية الإقلابية في تبت شرقان وقال مصدر ميداني بالمقاومة لوكالة الأنباء اليمنية سبقا المقاومة تتمكنت من تدمير رشاجات وأسلحة عناصر الميليشيات الحوثي التي كانت تقصف بها عشوائيا قرى وممتلكات المواطنين بالمنطقة وفرار عناصر الميليشيات من موقعها المستهدف من جهتها قامت الميليشيات الإنقلابية الحوثية بتفجير عبرات طريقة الإسفلتية العامة الذي يربط محافظة البيضاء بمحافظة لحج والعاصمة المؤقتة عدن كما فجرت الميليشيات الحوثية أحد الكبار في حنكة العبيد في منطقة طياب بمدرية ذي ناعم ما تسبب في إضرار منازل قرية الهشام القريبة من عبارة طريقة العام المؤدي إلى محافظة لحج شنت مقاتلات تحالف العربي غارات جوية على تجمعات لميليشيات الحوثي الإيرانية بوادي سودا غرب محافظة الجوف وقالت مصادر عسكرية أن طيران تحالف العربي استهدف معسكراً ميليشيات الانقلاب بوادي سودا سودا مذاب الواقع بين مدرية برط المراشي ومدرية حرف سفيان التابعة لمحافظة عمران وضفت المصادر أن ميليشيات الحوثي كانت تتخذ من وادي سودا معسكراً لتجمع المقاتلين واصفاً ضربة الجوية بالمجعة كشفت مصادر إعلامية أن مواجهات عسكرية دارت في إحدى المعسكرات التابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية الإيرانية في محافظة صعدة وذكرت المصادر أن المواجهات دلع تعقب تمرد أفراد معسكر الضحيان بمحافظة صعدة الذي يضم بداخله كتيبة المهمات الخاصة تابعة لميليشيات والمكلفة بحراسة الإرهابي عبد الملك الحوثي وضحت المصادر أن المواجهات دلع تعقب رفض أفراد الكتيبة لتعيين قائد جديد لهم بذلا عن حسين المداني ومنع القائد الجديد من دخول المعسكر ألقت قوات الأمن بمنطقة مريس في محافظة الضالع القبض على خلية لزرع المتفجرات والعبوات الناسفة وقالت مصادر أمنية أن أجهزة الأمن ألقت القبض على خلية كانت تزرع العبوات الناسفة في طريق قريب من قسم الشرطة شرطة الجبار الاستداف مدير القسم الرائد أحمد المنصوب مؤكدة أنه تم العثور على أجهزة تفجير متطورة عن بعض بحوزة أفراد الخلية الإرهابية التي تقوم بسيداف جيش والأمن والمواطنين بالعبوات الناسفة وغيرها من المتفجرات في الخبر الأخير أفادت مصادر عسكرية عن مقتل ثلاثة من قيادات ميدانية لميليشيات الحوث الإيرانية بقارات جوية لمقاتلات التحالف العربي في محافظة حجة وقالت المصادر النصالح الرزامي وبكر عبد الله صومعة وحسين الغالي بلقوا مصرعهم خلال الغارات في مدرية ميدي علما بأنهم من القيادات التي تدربت في إيران منذ مطلع ديسمبر الحالي وأن ستة وستين قياديا ميدانيا لقوا مصرعهم في مختلف جبهة القتال التي تشمل الساحل الغربي ونهم وشبوة وتعز وحجة والجوف وصعدها عند موجود الأنباء إلى اللقاء اشتركوا في القناة